كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلاً عن مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة طلبت من لبنان عبر مبعوثها أموس هوكستاين إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للمساعدة في دفع المحادثات بشأن الاتفاق النهائي يأتي ذلك فيما قال رئيس حكومة الإسرائيلية بنيمين ناتنياهو إن تل أبيب ستواصل منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل تصايد غير مسبوق على الجبهة اللبنانية ففي الوقت الذي تصابق فيه إسرائيل الزمن لشن هجمات متتالية لإضعاف قدرات حزب الله بعد الاستهداف المتواصل لقياداته فرغم محادثات الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إلى أن الغارات الإسرائيلية تتواصل دون هوادة على لبنان وتتصادم التصريحات الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إحراز تقدم جيد في المفاوضات الدائرة بين تل أبيب وحزب الله أعلن القادة الإسرائيليون أن هدفهم تحييد حزب الله وشل قدرته على إطلاق سواريخ على شمال إسرائيل ووسط جهود مكثفة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بحث مبعوث البيت الأبيض أموساكوستن وبرايت مكجورك إلى إسرائيل سبل التوصل إلى حل سياسي في لبنان ووضع حد للحرب في غزة وفي أعقاب الاجتماع في القص المحتلة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن المسألة الرئيسية هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مؤكداً عزمه على منع حزب الله من الانتشار على الحدود الشمالية لإسرائيل التعنت الإسرائيلي ومصاحبه من غارات مكثفة تسبب في إحداث ضمار هائل في الجنوب اللبناني أكبر الآلاف على النزوح اللاسيما وأن الاحتلال يقصف دون سابق إنذار كعادته المتجردة من أبسط مبادئ الإنسانية الأمر الذي نددت به المنظمات الدولية والعالم أجمع إلا أن إسرائيل لم تأبه لأي قرارات أممية في هذا الصدد ضاربة بعرض الحائط النداءات الدولية المتواصلة